بسم الله الرحمن الرحيم وبين السنين بنستكمل اليوم موضوع المانومترز وبنشوف بقى انواع المانومتر عندنا والنوع اللي نتكلم عليه النهاردة نوع مهم جدا اللي هو المايكرو مانومترز ومن اسمه واضح انه بيقيس The very small pressure difference يبقى ده بيستخدم في The small difference in liquid levels ان انا بقدر ايس باستخدام هذا الجهاز عملية قياس الضغوط البسيطة جدا وفكرة هذا الجهاز ده ما نشوف الفجرز اللي جاي عندنا انه انا باجي هنا عندي في الفرعين بتوع اليوتيوب مانومترز الموجودين بروح مكبر مساحة الكروس سيكشن هنا جامد في التوليمب بنفس الطريقة بحيث انه مساحة المقطع هنا ايه بتكون اكبر بكتير جدا من مساحة المقطع الصغير هنا يبقى انا هنا المساحة اللي عندي اكبر دي بنعمل ايه انا لو طبقت pressure difference بسيط واحنا قلنا هذا بيستخدم في قياس pressure difference اللي هو اللي سمول pressure difference فلو انا هطبق هنا pressure difference بي ايه و pressure difference بي بي بحيث انه بي ايه اكبر من بي بي هيحدث ايه عندنا لو انا افترضت قبل ما اطبق كان المستوى بتاع السائل هنا ومستوى السائل السطح الفاصل هنا انا عندي هنا فيه liquid gamma 1 عندي هنا liquid gamma 2 عندي هنا liquid gamma 3 انا لما طبقت pressure difference البي ايه هيدفع سطح السائل ان ينزل مسافة ديه طوي السطح الفاصل اللي كان هنا نزل المسافة دي وفي نفس الوقت طلع المسافة دي فلو سمينا المسافة دي وي ثلاثة هيبقى انا عندي المسافة الكلية دي تبقى 2 وي ثلاثة هذه المسافة اللي كان انا لما كنت pressure difference قدرت عندي تيجي مسافة كبيرة عن طريق ان انا اراها اقدر احس بفرق الضغوط الصغير طيب ايه بقى اللي حصل عندنا انه كمية الماعي اللي هنا هي تفردت هنا طب الفوليوم بتاع الماعي اللي هنا عبارة كم عبارة عن دلتا وي في كابتال ايه بيساوي small y في small a في y ثلاثة يبقى حجم السائل اللي هنا اتفرد في حجم السائل اللي هنا وبعد ما وضحت الفكرة بتاعتنا نبتدي نطبق القواعد اللي احنا اخدناها بنفس الكلام باقتر النقطتين في مستوى اوفقي واحد وعلى نفس السائل واحد وبساوي الضغوط بينه فلو احنا جبنا عند الليفل ثلاثة في الشكل اللي قدامنا هلاقي ان pressure ba لما انا دفعت الواي واحد زادت مسافة دلتا واي زائد جاما في جاما واحد زائد الواي اتنين زادت وي ثلاثة وقلت دلتا واي في جاما اتنين بتاعتها بيساوي البي بي زائد المسافة اللي احنا شفناها وي ثلاثة وي ثلاثة اصبحت اتنين وي ثلاثة في جاما ثلاثة طب الواي اتنين حصلها ايه في السايد التاني نقصت وي ثلاثة وزادت دلتا واي في جاما اتنين زائد جاما واحد في وي واحد ناقص دلتا واي زا ما احنا شفنا من العلاقة اللي كتبناها الفوليوم بيساوي الفوليوم هل يطلع منه ان علاقة دلتا واي بتساوي الاي على ايه في الواي ثلاثة وزا ما اقولنا احنا بنعمل ماجنفيكيشن كبير جدا بحيث ان الاي اكبر بكتير جدا من الاسمول ممكن تصل خمسين مرة اربعين مرة تلاتين مرة حسب الديزاين الموجود عندنا طيب بنعمل ايه بعد كده بطبق وبختصر الكلام ده هيطلع لي ان بي اي مينس بي بي بتساوي اثنين وي ثلاثة فيه بعد ما اخدت العامل مشاركة عندي في جاما ثلاثة ناقص جاما اثنين فيه واحد ناقص اي على ايه ناقص اثنين وي ثلاثة في ايه على ايه في جاما واحد وطبعا هنا بابتدي ان انا اصفي المعادلات اكتر شوية بصل الى طبعا الجاما واحد بتبقى very small يبقى انا عندي البي ايه ناقص بي بي تساوي اثنين فيه وي ثلاثة فيه جاما ثلاثة ناقص جاما ثلاثة فيه واحد على ايه في ايه مثل هذا الاجهزة كل منومتر بالشكل بتاعه اللي هو المايكرو منومتر ده لازم اثبت العلاقة بتاعته الاول لان انا كان عندي مثلا في الكيس اللي قدامنا ثلاثة سواء الفوق بعض المهم انا بتتبع نفس هذه القواعد اللي موجودة عندنا وبوصل الريشن بتاعتي وبعدك ادعوا بالارقام يبقى انا قدر تحول على شكل الاراية اللي هي اثنين واي ثلاثة طبعا زي ما احنا شفنا كده كل انواع المانومترز اللي ممكن تقابلنا كتطبيقات على الفلاود ستاتيك ان شاء الله المحاضرة القادمة نستكمل تطبيق المهم جدا وحسابات المسائل التطبيقية على هذا الكلام ونستكملها في المحاضرة القادمة باذن الله شكرا شكرا شكرا